بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السابعة من دورة الرخصة المهنية لمعلمية القيادة التربوية والتي تأتيكم ضمن سلسلة دورات الرخصة المهنية التعليمية التي تقدمها لكم مركز أبناء المستقبل للتدريب تحت إشراف خبيرة قياس الدكتورة أمل القحطاني تقدم لكم هذه الدورة هند أحمد دكتوراء القيادة التعليمية هذه المحاضرة بإذن الله سوف تختص بمهارات الاتصال والتواصل وحقيقة والجديد بالذكر أن الاتصال يعتبر قلب العملية الإدارية قلب العملية الإدارية وجوهرها ذلك لأنه لا يمكن أن يتم أي وظيفة من وظائف الإدارة دون أن يكون هناك اتصال وتواصل حتى أن بعض المفكرين وبعض الأدبيات يعتبر أن الاتصال هي الوظيفة السادسة من وظائف الإدارة فلدينا الوظائف المعروفة التخطيط، التنظيم، التنسيق، التوجيه، التقويم ثم البعض يضيف الاتصال والبعض أيضا يضيف اتخاذ القراء تأتي أهمية عملية الاتصال حيث أنها هي الرابط الأساسي أو المشترك بين جميع هذه الوظائف فلا يمكن أن يقوم بالتخطيط دون أن يكون هناك اتصال ولا يمكن أن يقوم بالتوجيه دون أن يكون هناك اتصال وتواصل ولا يمكن أن يقوم المدير كذلك بالتقويم والتقييم دون أن يكون هناك اتصال وتواصل عليه جاء هذا المعيار من معايير الرخصة المهنية بتفعيل مهارات الاتصال والتواصل في العمل الإداري والتعليمي هذا المعيار جاء تحته العديد من المؤشرات وهي كالتالي يعرف أساليب التواصل الفعال ويمارسها يشجع ثقافة الحوار داخل المدرسة على نحو يدعم العلاقات الإنسانية يرسخ مبادئ التشاور والتعاون الفعال بين أفراد المجتمع المدرسي أيضا يشارك المعلمين في صنع واتخاذ القرارات لتطوير البرامج التعليمية في المدرسة لذلك يفحل قنوات اتصال مفتوحة مع منسوبية المدرسة لتنمية السلوك الإيجابي نحو المهنة لذلك ستكون بإذن الله محاور هذه المحاضرة حول التالي التواصل والاتصال وأنواع الاتصال التواصل الفعال في بيئة التعلم أطراف العلاقات التفاعلية في المجتمع المدرسي عناصر الاتصال قنوات الاتصال مهارات وأسس الاتصال الجيد أهمية مهارات الاتصال كذلك مبادئ الاتصال خصائص ومستويات ومعوقات الاتصال ثم ننتقل الموضوع التالي وهو محهوم الحوار والحوار التربوي وفوائده دور المعلمين في نشر ثقافة الحوار تعزيز ثقافة الحوار في المؤسسات التعليمية وهذا ما قامت به وزارة التعليم ثم دور قائد المدرسة في العملية التعليمية ثم اتخاذ القرار وأهمية إشراك المعلمين في اتخاذ القرار لذلك لدينا ثلاث مواضيع أساسية في هذه المحاضرة لابد أن نعرف كل ما يحيط بجوانبها وهي الاتصال ثم الحوار ثم اتخاذ القرار إذن هذه الثلاثة مواضيع الأساسية لنتحدث فيها بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة نبدأ أولا بالاتصال ما هو تعريف الاتصال؟ ما المقصود عندما نقول اتصال؟ ما المقصود بكلمة اتصال؟ الاتصال هو عملية نقل الأفكار والآراء والمعلومات بين أجزاء المنظمة الواحدة إذن عندما يكون لدينا نقل للأفكار والآراء والمعلومات بين أجزاء المنظمة الواحدة ومختلف الاتجاهات صاعد نازل أفقي سنة رابعة قليل عبر مراكز العمل المتعددة داخل الهيكل التنظيمي للمنظمة بالأسلوب الكتابي أو الشفهي أو أي وسائل أخرى ما الهدف من ذلك؟ الهدف التأثير على الآخرين والهدف النهائي هو تحقيق أهداف التنظيم إذن سبق أن ذكرنا أن القيادة هي المفهوم المرادف للتأثير كيف يمكن للقائد أن يؤثر؟ القائد يؤثر من خلال الاتصال والتواصل من خلال التأثير على الأفكار والآراء والمعتقدات والإتجاهات كيف يؤثر عليها؟ من خلال عملية الاتصال وهذا سر جوهرية عملية الاتصال وأهميتها خاصة في العمل الإداري والإشرافي بالعمل الإداري والإشرافي وحتى على مستوى التعليم المستوى المعلم والتعليم فإن الاتصال عملية جوهرية لماذا؟ أولا لأن لها دور في التأثير ثانيا لأنها تحقق أهداف التنظيم بشكل نهائي إذن ما هو الاتصال؟ عملية نقل الأفكار والآراء والمعلومات بين أجزاء المنظمة يهدف في ذلك واستخدام الوسائل المتعددة في ذلك والإتجاهات المختلفة بالتأثير على الآخرين ثم تحقيق أهداف التنظيم لعل هذا التعريف هو أجمل التعريف الذي ذكر في الاتصال لكن لما نذكر الاتصال في المدرسة فإننا نخصص التعريف أكثر ونجعله أكثر تحديدا فنقول مثلا أن الاتصال في المدرسة يعني هو نفس التعريف نقل الأفكار والمعلومات التربوية والتعليمية بصفة خاصة من مدير المدرسة إلى المعلم أو من المعلم إلى مدير المدرسة أو من المدير إلى مجموعة من المعلمين أو من مجموعة من المعلمين إلى المدير أو من المعلمين إلى مجموعة أخرى من المعلمين سواء بالأسلوب الكتابي أو الشفهي أو بالوسائل الأخرى المختلفة بحيث يتحقق الفهم المتبادل بين أسرة المدرسة وينتج عنه اقتناع من جانب المتصل به مما يؤدي إلى وحدة الهدف والجهود بحيث تتحقق في نهايتها أهداف المدرسة وفلسلتها التربوية والتعليمية إذن هذا هو الهدف النهائي من نقل الأفكار والمعلومات هو الإقناع التأثير ثم تحقيق الأهداف ضمن الرؤية والرسالة والفلسفة التي وضعت للمدرسة إذن عندما نذكر عملية اتصال أو تعريف الاتصال فإننا يجب أن لا ننسى هذه العناصر الأساسية فهذه العناصر الأساسية لابد أن تذكر في كل تعريف الاتصال أولا نقل معلومات نقل للمعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الاتجاهات إلى آخرها أو القيم أو غيره من خلال ماذا؟ هذا النقل يتم من خلال عناصر هذه العناصر سنعرفها بعد قليل بالتفصيل هي مرسل ومستقبل رسالة وتغذية راشعة طيب تستخدم هذه العناصر مثلا المرسل ماذا يعمل؟ يستخدم وصائط أشكال مختلفة كوسيط مثلا الهاتف وسيط الإنترنت وسيط أي وسيط وسيط النشرة وسيط الكتاب وسيط بريد أي وسيط من هذه الوسائل أو أي وسيلة من هذه الوسائل ثم ما الهدف النهائي من هذا كله؟ هو التأثير والتغيير على الاتجاهات أو على السلوك إذن هذا هو الهدف النهائي مع عملات الاتصال إحداث تغيير وتأثير وتحقيق الأهداف ثم الهدف النهائي هو تحقيق أهداف المنظمة إذن نصل إلى هنا إلى نهاية تعريف عملية الاتصال وأمل أن يكون مفهوم إلى حد كبير ما الهدف من عملية الاتصال؟ ماذا نهدف من عملية الاتصال خاصة تحت داخل المؤسسة؟ الهدف عندنا من عملية الاتصال إما أن يكون هدف توجيهي فأنا أريد أن أوجه مثلاً المستقبل أريد أن أكسبه توجهات اتجاهات جديدة أو أعدل اتجاهات قديمة أو أثبت اتجاهات سابقة فإما الهدف يكون توجيهي أو الهدف تعليمي معرفي يعني مثلاً أريد أن أعطي معلومات جديدة أو معارف جديدة متصلة إما بحياة المعلم أو الإدارة التعليمية أو غيرها هدف إداري الهدف الإداري هذا كأن نسعى مثلاً تحسين العمل وتحديد المسؤوليات ودعم التفاعل بين العاملين في المؤسسة أو هدف اجتماعي الهدف الاجتماعي مثلاً أن أتيح الاتصال الفرصة لتفعيل التواصل بين المربي المعلم من جهة وطلابه وأولياء الأمور والإطار التربوي كأن مثلاً أهدف إلى توثيق الأواصر بين المدرسة وبين المشاركة المجتمعية أو بين الأسرة أو بين الصلاة الاجتماعية حتى لو داخل المدرسة أيضاً الاتصال يلعب دوراً مهماً وأساسياً في كما ذكرنا إحداث الإقناع والتأثير العقلي والعاطفي تجاه بعض الأفكار والقضايا أيضاً الإحاب أفكار والتجاهات ومقاصد معينة كذلك من أهداف الاتصال بشكل عام هو تنشيط التعاون بين العاملين لزيادة كفاءة العمل كذلك توصيل الأفكار والتوجيهات كما ذكرنا أيضاً زيادة فرص التفاهم والتناغم داخل المؤسسة نفسها وبين المؤسسة والمجتمع المحلي كذلك اتساب احترام وتقدير وثقة الرأي العام في التعامل مع المؤسسة التربوية فنحن نريد أن نوضح رؤيتنا ورسالتنا ومن الخدمة التي نقدمها للمجتمع مثلاً أنا كمدير مدرسة أو كمؤسسة توضيح أيضاً بعض الأفعال والتصرفات أيضاً تقديم معلومات متكاملة من وإلى المؤسسة وإضاحة العلاقات المتبادلة بين المدرسة والمجتمع المحلي كذلك تحقيق الاتساع في خبرة المشاركين في مجال الاتصال كذلك نهدف في عملية الاتصال كما ذكرنا تزويد المعلمين بالمعارف والعلوم الجديدة إطلاعهم على ما يجري في المدرسة من أنشطة نقلة تعليمات والتوجيهات من تخطيط وتنفيذ وتقويم أيضاً الاتصال يحقق درجة من الرضا الوظيفي والانسجام ويخلصهم من الضغوط المختلفة يحسن سير العملية الإدارية والفنية من حيث أنه يجعل هناك تفاعل بين العاملية ويوجه الجهود تجاه الهدف المنشود كذلك الاتصال مهم جداً في توصيل المعلومات والبيانات الصحيحة هذه المعلومات والبيانات هي تعتبر مهمة جداً وأساسية في اتخاذ عملية القرار كذلك الاتصال يمكن كما ذكرنا من التأثير على المفاهيم التأثير على الاتجاهات والسلوك سواء لدى المعلمين أو الإداريين أو الطلبة أيضاً عملية الاتصال تعتبر مهمة جداً عند نشوء المشكلات داخل المدرسة وبالتالي كيف نتوصل إلى الحل هذه المشكلات إذا ما كان لدينا اتصال جيد بناء على هذا الاتصال نجمع المعلومات والبيانات ونستخدمها لحل هذه المشكلات ذكرنا سابقاً أن هناك علاقة وثيقة جداً بين عملية الاتصال وبين عملية اتخاذ القرار السليم فهو يتوقف يعني اتخاذ القرار الدقيق والصحيح والسليم يتوقف على حيوية عملية الاتصال وكمية المعلومات وتدفقها أيضاً الاتصال كما ذكرنا يساعد على وجود علاقات إنسانية جيدة كذلك الكفاءة الإنتاجية للفرد يعتمد إلى حد كبير على عملية الاتصال وكيف يتم الاتصال داخل المؤسسة إذن الاتصال هو جزء رئيسي مهم من مهام المسؤول داخل المدرسة أو مهام المشرف بشكل عام داخل المدرسة كذلك الاتصال الآن نأتي للاتصال من أسفل إلى أهلاء كيف يوصل المدير احتياجاته بلاغاته مشاكله ومعالجتها إلى قياداته العليا وما تم إنجازه من أهداف إذا لم يكن هناك عملية اتصال كذلك الاتصال كما ذكرنا يعني يتضمن داخل المدرسة الجانب الانفعالي والنفسي مما يكون له أثر كبير على المناخ الأكاديمي والإداري فأسلوب وطريقة الاتصال يؤثر على المناخ العام داخل المدرسة أيضا ذكرنا أنه يعني عام الفعال في اتخاذ القرارات التي تواجه المدرسة كذلك ذكرنا أن عبر الاحتكاك المباشر أو غير المباشر بين المدرسة والمجتمع يعني تقوم المدرسة هنا بعمل بأداء وظيفتها الأساسية والوظيفة التربوية والتعليمية التي هي إيجاد أو إقامة علاقات إيجابية مع المجتمع والتواصل الفعال مع المجتمع كذلك تعد هي الوسيلة التي تساعد على نقل المعلومات الضرورية وبالتالي اتخاذ القرارات طيب لدينا أنواع مختلفة من الاتصالات وهذه الأنواع ستجدون كم هائل من التقسيمات لكن هذه التقسيمات لا تظهر عن التقسيم بحسب المستويات الإدارية أو بحسب طبيعة التنظيم أولا ثم بحسب اتجاه الاتصال ثم بحسب الجمهور والبعض يسمي هذا حسب الجمهور مستويات الاتصال ثم بحسب أسلوب الاتصال إذن بحسب البنية التنظيمية لدينا اتصالات رسمية واتصالات غير رسمية ماذا نعني بالاتصالات الرسمية؟ الاتصالات الرسمية هي التي تتم في إطار القواعد التي تضعها المنظمة هذه هي الاتصالات الرسمية تتم في إطار القواعد وضعتها المنظمة أما الاتصالات الغير رسمية فهي التي لا تخضع للتنظيم الرسمي ولا تتحكم بها أطر النظمية فتكون خارج التنظيم الرسمي تشير الدراسات إن 75% من المعلومات المتعلقة بالمؤسسة تمر عبر الاتصالات غير الرسمية تكون صحيحة كما أن الاتصالات غير الرسمية هي في العادة أسرع من القنوات الرسمية وأكثر وصولاً للمجتمع نأتي الآن إلى ما هو الهدف من الاتصال الرسمي أو ما هو أغراض الاتصال الرسمي من أغراض الاتصال الرسمي مثلاً إخبار المعلمين بالتعليمات التي تتعلق بتعديل المنهج تطويره، تغييره، طريقة استخدام الكتاب المدرسي الوسائل التعليمية، كيفية الحصول عليها من نظام المتبع في تقويم الطلاب من ناحية التحصيل العلمي أو من ناحية السلوكية أيضاً يستخدم الاتصال الرسمي كما ذكرنا إعلام القيادة العليا بما تم من إنجاز، ما هي المشكلات تنفيذ الخطط التعليمية، الانحرافات التي لم تكن في الحسبان والاقتراحات لحلول تلك المشكلات كيف يمكن استخدام هذا، يعني عن طريق ماذا يمكن أن نستخدم الاتصال الرسمي عن عدة طرق منها المكالمات التلفونية والهاتفية الخطابات أو مذكرات المكتوبة التقارير السنوية كذلك الاجتماعات الرسمية أيضاً طبعاً اجتماعات يوجد عندنا منها نوعان مقننة وغير مقننة اللجان، المجالس التعليمية، المنشورات الدورية والقرارات المختلفة كذلك المقابلة الشخصية سواء مع الهيئة التدريسية أو الإدارية كذلك الزيارات الميدانية بين الرؤساء أيضاً المجلة المدرسية تعتبر اتصال رسمي التحاميم مهمة جداً وتعتبر اتصال رسمي النشرات التربوية التي تعطيها المديرة داخل المدرسة تعتبر اتصال رسمي الانترنت مؤخراً أصبح من وسائل الاتصال الرسمي في تعليم في منصة مدرسة وغيره فأصبح من وسائل الاتصال الرسمي أيضاً والمعتمد طيب، هذا بالنسبة للاتصال بحسب تنظيمه بحسب نوعية التنظيمة التي نستخدمها داخل المؤسسة الرسمي وغير الرسمي نأتي الآن إلى الاتصال بحسب اتجاهه الاتصال بحسب اتجاهه لدينا اتصال نازل Downward communication يعني إيش؟